السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد أهلا بكم أيها الأبطال أهلا بكم يا صغاري في مادتنا لغتي أرحب بكم بارك الله فيكم في هذه المادة وفي نفس موضوع درسنا السابق ولكن بمهارات جديدة أيضا أرحب بالطلاب والطالبات المنضمنة إلينا من فئة الصم وضعاف السمع سوف نكمل درسنا اليوم عن نص الملك الرياض والملك الشجاع وساعدني في هذا الدرس زميلي الأستاذ عبد السلام المغينيم لترجمة هذا الدرس بلغة الإشارة للفئة الغالية على قلوبنا إذن نحن في الجزء الثاني من موضوع درسنا وهو نص الرياض والملك الشجاع كالعادة نبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم ونأتي بالكتاب ونفتح على موضوع درسنا كيف أعرف موضوع درسنا أتجه من خلال الفرس إلى الدرس وإلى الصفحة في هذه الوحدة التي هي بعنوان ربوع من بلادي وهي الوحدة الثانية ماذا سنتعلم اليوم؟ إذن الأهداف التي بإذن الله تتحقق معنا في نهاية درسنا اليوم هي الإجابة على أن الأسئلة حسب المطلوب أيضاً الإجابة من جذر السؤال أيضاً أضع علامة صح أمام الإجابة الصحيحة للاستذكار بارك الله فيكم كي نستطيع أن نجيب على هذه الأسئلة وهذه المهارات سوف نقوم بقراءة النص مرة واحدة أرجو من الجميع المتابعة والاستماع الجيد إذن عنوان النص الرياض والملك الشجاع نبدأ بقراءة النص بارك الله فيكم الجميع مستعد أحسنتم زارت نورة مع أسرتها مدينة الرياض وفي الطريق قالت الأم سأحدثكم عن مؤسس مملكتنا الحبيبة المملكة العربية السعودية وبطل الرياض الذي فتحها ووحد البلاد تحت راية التوحيد إنه الملك عبد العزيز آل سعود رحمه الله الملك الشجاع والقائد الذكي الذي كافح حتى استرد ملك آبائه وأجداده وكان همه رفعة المملكة ونشر الرخاء والأمن في ربوعها لقد كان فرح الناس عظيما عندما فتح الأمير الشاب الرياض وسمعوا أحد رجال الملك يقول الملك لله ثم لعبد العزيز ابن عبد الرحمن قال فواز إنه الملك العادل الذي أحب شعبه وأحبوه قالت نورة أنا سعيدة لأنني سأزور مدينة الملك الشجاع ثم سألت نورة أباها لماذا سميت الرياض بهذا الإسم يا أبي قال الوالد سميت الرياض بهذا الإسم لأنها كانت رياضا خضراء كثيرة البساتين والحدائق الغناء وسط الصحراء القاحلة وما زالت الرياض رياضا خضراء بحدائقها التي تنتشر في كل مكان والرياض عاصمة عاصمة مملكتنا الغالية المملكة العربية السعودية وأكبر مدنها ففيها مقر الحكم والوزارات والسفارات ويوجد فيها بنايات شاهقة أحياؤها متعددة وشوارعها واسعة وفيها شبكة من الجسور والأنفاق وفي الرياض كثير من المعالم التاريخية كحصن المصمك وآثار الدرعية التاريخية والمتحف الوطني وجبل أبي غارب وهو المكان الذي حط الملك عبد العزيز رحاله فيه ليلة فتح الرياض وقد أقيمت عليه حديقة المناخ الآن قرأنا النص لكي نتمكن بارك الله فيكم من الإجابة على بعض هذه التطبيقات ومنها أولا الإجابة شفهيا عن الأسئلة وسوف نعرض لكم هذه الإجابة للاستفادة أولا ماذا قال أحد رجال الملك عبد العزيز عندما فتح الملك رحمه الله الرياض ماذا قال أيها الأبطال الإجابة تكون كالتالي قال قال أحد رجال نأتي بالجزئية هذه من النص قال أحد رجال الملك عبد العزيز عندما فتح الملك الرياض الملك لله ثم لعبد العزيز ابن عبد الرحمن هكذا تكون الإجابة الصحيحة أيضا بنفس الطريقة بارك الله فيكم لماذا يحب الشعب السعودي الملك عبد العزيز رحمه الله لماذا أيها الأبطال أحسنتم الإجابة تكون بهذه الطريقة يحب الشعب السعودي الملك عبد العزيز رحمه الله لأنه لأنه ملك عادل كان همه رفعة المملكة ونشر الرخاء والأمن في ربوعها إذن الإجابة تكون بهذه الطريقة يحب الشعب السعودي الملك عبد العزيز رحمه الله لأنه ملك عادل كان همه رفعة المملكة ونشر الرخاء والأمن في ربوعها بهذه الطريقة تكون الإجابة كاملة وصحيحة بإمكانكم أيها الأبطال بإمكانكم أيها الأبطال إيقاف المقطع وتدوين الإجابة أي كتابة الإجابة في الكتاب بهذه الطريقة قال أحد رجالي الملك عبد العزيز عندما فتح الملك رحمه الله الرياض ثم أكمل الملك لله ثم لعبد العزيز ابن عبد الرحمن والسؤال والسؤال الثاني أيضا بنفس الطريقة نوقف المقطع نكتب الإجابة نعود للمقطع ونستمر في المتابعة ننتقل إلى ثالثا كيف كانت مدينة الرياض في الماضي الإجابة تكون أولا نستذكر الإجابة بارك الله فيكم كيف كانت من النص الذي قرعنا أحسنتم كانت رياضا خضراء أحسنتم أيضا كيف الطريقة بهذه الطريقة أيها الأبطال كانت مدينة الرياض في الماضي رياضا خضراء كثيرة البساتين والحدائق الغنى إذن بهذه الطريقة أيها الأبطال تكون الإجابة كانت مدينة الرياض في الماضي رياضا خضراء كثيرة البساتين والحدائق الغنى ننتقل إلى رابعا ماذا فعل الملك عبد العزيز في جبل أبي غارب ما الذي فعل الملك عبد العزيز أحسنتم بارك الله فيكم الملك عبد العزيز أيها الأبطال رحمه الله حط رحاله في ليلة في ليلة فتح الرياض أين في جبل أبي غارب إذن الإجابة تكون لهذه الطريقة في جبل أبي غارب حط الملك رحاله في حط رحاله فيه ليلة فتح الرياض بهذه الطريقة أيها الأبطال أخيرا أقترح ثلاثة عنوين أخرى للنص أقترح ثلاثة عنوين أخرى للنص الملك العادل معالم من بلادي جولة في الرياض أيضا بإمكانك أيها البطل وبإمكانك أيها البطلة أن تقترح أن تقترح جميعا عنوين أخرى للنص غير المذكور بحيث أن تكون شاملة للنص كما ذكرنا نوقف المقطع نستطيع أن نكتب الإجابة ثم نعود ونتابع سويا الآن نضع علامة صح عند الإجابة الصحيحة نقرأ السؤال ثانيا أضع علامة صح عن يمين الإجابة الصحيحة ألف من المعالم الأثرية في الرياض قصر المصمك أم قصر شبرى ورد معنى في النص أن قصر كذا من المعالم في الرياض أحسنتم أيها الأبطال قصر قصر المصمك إذن أضع علامة صح عند قصر المصمك باء الرياض مدينة من كما ورد معنى في النص أصغر مدن المملكة أم أكبر مدن المملكة أي العبارتين أصح أو الصحيحة أحسنتم بارك الله فيكم أكبر مدن المملكة إذن الرياض أكبر مدن المملكة نكمل هنا أيها الأبطال جيم عندما قرأنا النص نستذكر هذه الإجابة مرت معنا في قراءة النص دال جبل أبي غارب وقيمت عليه حديقة الوطن أم المناخ أحسنتم بارك الله فيكم جميعا حديقة المناخ حديقة المناخ عندما نستطيع أن نجيب عن هذه الأسئلة التي وردت معنا قبل قليل إلى أن وصلنا إلى هذا السؤال فأنا أكون قد فهمت النص واستوعبته بارك الله فيكم إذن أيضا نوقف المقطع ونسجل الإجابة ثم نعود إلى درسنا إذن تعلمنا اليوم أيها الأبطال الإجابة عن الأسئلة حسب المطلوب بارك الله فيكم إلى هنا أيها الأبطال نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا بعد أن قرأنا النص وأجبنا عن بعض الأنشيطة الواردة معنا نلتقي بإذن الله سبحانه وتعالى في درس قادم إلى ذلك الحين أستودعكم والله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر